اهلا بحضراتكم في هذا الموعد الجديد من سبورتايم الخاص بولمبياد باريس 2024 انهى المنتقب المغربي الولمبي تدريبا واستعدادا للمواجهة المنتظرة امام العراق مسال يوم ثلاثاء ضمن الجولة الاخيرة من منافسة ثاني المجموعات بدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 وخاضت كتيبة المدرب طريقة سكتيوي الحصة التدريبية بمدينة نيس التي تنقلت اليها الاناصر الوطنية اول امسن الاحد بعدما خاضت لقايا الجولة الاولى والثانية بمدينة سانتيتيان الحصة التدريبية الاخيرة عرفت حضور جل اللاعبين بمن فيهم سفيان رحيمي ادف المنتقب في هذه النسخة من الاولمبياد الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في لقاء عقب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة اوكرانيا التي انهزم فيها المغرب بهدفين لوحيد وكان رفاق اشرف حكيمي قد حققوا فوزا تاريخيا في بداية المشوار على الارجنتين بهدفين لوحيد يذكر ان المنتقب المغربي الولمبي تعين عليها الفوز على ناظره العراقي لضمان التأهل الى الدور ربعا نهائي المقابلة كما بكل بساطة فهي مقابلة مصيرية مصيرية لنا مصيرية للمنتقب العراقي لكن احنا لكي همنا من خلال المقابلة واننا نسفر الحكام واننا نتصرين وفرحانين مع الشعب المغربي لاننا دول هدف دينا ننساعده اننا ننزل الدور الموالي واندزل ادوار اخرى مقابلة اكيدا ما تكونش سهلة بحكم هذا العامل لنا الفريق اللي انهازم هذا يخرج فريق اللي انتصره دي عبر بالدور الموالي فهدي تكون فيها واحد ندية كبيرة يكون فيها واحد الروح عالية واكيد ان الديطايا ديروا الديفرانس احنا علينا اننا نكونوا خدينا الدرس من المقابلة اللي فاتت واللي كانت ايجابية بغض النظر على الاشياء السيربياء اللي كانوا فيها حقيقة اننا درنا واحد مقابلة كبيرة خصوصا في الشوط الثاني وكنا علينا اننا نشجلوا ماشي هدف وماشي جوجو ماشي ثلاثة واخدينا هدف قاتل في التاقة الاخيرة اكيدا يكون درس لنا في المقابلة اللي جاية واللي الهدف دينا صريح وواضح كنقولها مرة واحدة اخرى هو الضفر بالثلاث مقاطن شاء الله ولمناقصة هذا الموضوع معنا من الدار البيضاء عبر تقنية سكايب زمير الاعلامي ابراهيم الحداد ابراهيم أهلا بك وشكرا على قبولك دعوة ميديان أهلا بك يا اخي منصف تحية اليك وتحية الي جميع المشاهدين الكرام اذا ابراهيم المتخب الوطني في اختبار مصيري الآن ماما العراق في ظل الخسارة الاخيرة لكتيبة النخب الوطني طريقة سكتيوية ماما اوكرانيا وتعقد بذلك الامور يعني في المجموعة الثانية كيف ترى هذه المواجهة في ظل التركيب البشرية الحالية وكما نعلم جميعا ان المنتخب الوطني اذا نجد صعوبة متواصل مع الضيف كما قلت في المباراة يعني اليوم ستجرى في تمام الساعة الرابعة عصرا وفي انتظار يعني عودة الضيف لابد من تذكير يعني بالنتائج المباريات في المنتخب المغريبي حقق يعني نتيجة ايجابية بداية في مشواره الولمبي بانتصاري على المنتخب الارزنطيني بهدفين كذلك السقوط المفاجئة الذي بعثر شيئا ما وراق المنتخب الوطني في رحلته الولمبية امام نظيره الاوكراني لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثانية من منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 ما عقد يعني ماموريات المنتخب اكثر وجعله مطالبا يعني للعودة في النتيجة وتحقيق الفوز اليوم من منتخب العراقي ولم لا تحقيق التأهل للدورة الموالي وكذلك المنافسة على احدى الميذاليات والبوديوم وانعاش امال المغرب في تحقيق ميذاليات أولمبية على مستوى الأولمبياد يعني في دل عدم قدرتنا على توصل مع الضيف لابد من التذكير يعني بالمزيد من الأخبار المتعلقة بالأولمبياد في البطلة المغربية ويداد برطال تأهلت اليوم كذلك على الاربع نهائي منافسات الملاكمة في وزنة 50 كيلو جرام وذلك على حساب يعني وصيفة بطالة العالم التايلندية جيتونك توماسان بثلاث نقاط مقابل نقطتين والآن سنعود معك إبراهيم للحدث الأبرز اليوم وهو مباراة المنتخب المغرب أمام ناظره العراقي لحساب الجولة الثالثة من منافسات كما قلت كرة القدم المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2014 هزيمة المنتخب أمام ناظره الأوكراني بعثرت شيئا ما يعني حسابات كتيبة طريقة السكتيوي كيف ترى هذه المواجهة خصوصا أن المنتخب العراقي والمنتخب المغربي كذلك مطالبا بتحقيق الانتصار اليوم أكيد أن المنتخب الوطني على موعد المباراة أمام المنتخب العراقي لن تكون سهلة على كلا الطرفين مدرب المنتخب العراقي أكد في تصريحات نقل عن مصطدر إعلامية مقربة من المنتخب أنه سيحاول جاهدا للسيطرة على الهجوم المغربي الذي يقضه سفيان رحيمي والذي نتمنى أن يكون حاضرا معنا خلال المواجهة طبعا المنتخب المغربي كما ذكرت أنه يتوفر على لعبين كلا بفق أعلى مستوى لعبين مميزين في أفضل النوادي الأوروبية المنتخب العراقي بدوره يتوفر على مواهب صاعدة بدوره يتوفر على مواهب صاعدة بدوره يتوفر قوي جدا ينفس أي ملاعبه شاهدنا المنتخب العراقي الأول في بطولة كعسم أسيا يعني ظهروا بمستوى جيد دولة يعني الإخباق عاما الأردن الآن يعني الشباب العراقي المنتخب العراقي يعني يلعب بأفضل مستوى هنا في الأولمبياد رغم الخسارة الأولى أمام يعني المنتخب الأوكراني رغم الخسارة الأولى يعني أمام المنتخب في الجولة الأولى إلا أنه يعني رغم الفوز إلا ويزعم رغم الخسارة إن أن تصريحات ديال اللاعبين والاستعدادات تصير بأفضل طريقة ممكنة. المنتخب العراقي يعني يبقى مصدر خطورة بالنسبة للمنتخب الوطني طبعا هذه المجموعة من الأمور اللي لازم أيضا يعني من من ديروش بأن المنتخب العراقي منتخب متطور أو المنتخب يعني يصير بواحد النحو جيد. بالعكس يعني هذه مسؤولية الناخب الوطني طارق اللي لازم يحاول يعني يلزم يقد جميع الأمور المتعلقة بدفاع الخط الدفاع اللي شكل يعني كان مصدر إشكال كبير بالنسبة للعناصر الوطنية في المواجه في المواجهاتين الأولتين المنتخب يعني الوطني يعني قادر على تجاوز هذه العقبة والتأهل إلى الضوء الثاني الأولينبياد يجب يعني استغلال أنصاف الفرص وليس الفرص وهذا ما لم نشاهده في المباراة السابقية نشاهدنا بعض الألعاب الفردية في كثير من الأحيان ما يعني واحد الاستغلال ما كنش واحد الاستغلال كبير من الفرص ماشي مشكل يعني لازم المدرب واللعبين يستفدوا من خطأ المباراة السابقة يعني ويحاول يقدموا واحد المباراة اللي تكون جيدة ويستغلوا فيها أنصاف الفرص كما ذا كان سابقا يعني بذكر مباراة الأوكرانيا المنتخب المغربي كما قلت دشنا رحلته بطريقة نيجابية يعني بإسقاطه المنتخب الأرجنتيني أحد المرشحين للبوديوم على مستوى منافسات كرة القدم لكن في الجولة الثانية كانت هناك خسارة يعني بين قوسين مفاجئة يعني في ظل ظروف المباراة المنتخب الأوكراني يلعب بعشرة لاعبين نقص عدد يعني بذقائق طويلة في المباراة ولكن المنتخب المغربي لم يستغل هذا الامتياز وتعثر في هذه المواجهة التي بعثرات أوراقه في المجموعة ككل وطبعا يعني ببعض الأحيان الرغبة الزائدة في الفوز يعني تؤدي للخسارة مع الأسف يعني شفنا نسب ساعات قريبا يعني اللي لعبناها بنقص عدد للمنتخب الأوكراني إلا النتيجة ما كانش مع الأسف شفنا محاولات شفنا ما كانش واحد تنظيم طاكتيكي وهذا ما يعني اللي تحمل فيه المسؤولية والناخب الوطنية طريق السكشيبي يعني عندك أربع تغييرات أو خمسة يعني ما تستغلمش بالشكل الجيد ونقطة يعني النقطة دي الفوز اللي عندك واللي قادر أنك تقلب بها المقابلة رأسا على عقب هي التغييرات وهذا ما تفوق فيه المدرب الأوكراني يعني بالتغييرات الأوكرانية رغم النقص العددي ورغم يعني عندك يعني النتيجة يعني ما ضامناش عندك يلا تعادل وتقلب يعني الموازين المقابلة الكل اللي توقع على المغرب سيعود بعد يعني نعرفه عندما يتم تسجيل هذا في تعادل رغبة في الفوز تذداد خصوصا يعني بعد تلقي الخصم بالطاقة حمراء بالطاقة حمراء هذا ما لم نستغلهه من الأسف يعني شفنا فورص ضائع لا من المهدي موهوب ولا من عبدالصمد الزلي اللي كان نتقل يعني في كثير من الأحيان بسرع احتفاظ زائد بالكورة بالنسبة للأشرف حاكيمي يعني اللاعب يعني النجم الأول للمنتخب الوطني لدي باريسن جمال الفرنسي في كثير من الأحيان يعني ما كان توفقهش معه بكثرة يعني الاحتفاظ بالكورة أو ترك المساحات وراءه نازم يعني المدافعي يبقى عنده ذلك المسؤولية الدفاعية أولا قبل يعني لأنك تساعد هجوميا يعني وهذه كلها أمور يعني لازم نتداركوها يعني اخطأنا في المباراة السابقة ضيئة نتأهل سهل الآن الأمور معقدة دخلنا المنعرج الأخطر في البطولة إن شاء الله نتمنى خيام نتمنى أن المدري بطريق السكسي يكون تستغل يعني هذه الخسارة السابقة نعرفه نقطة الضعف اللي عندنا وطبعا يعني ندرسه نقطة الضعف للمنتخب العراقي اللي كتميز كما ذكرت سابقا بخط هجومي قوي رغم خطه الدفاع الكارثي والذي شكله مصدر قلق كبير للمدرب العراقي أكيد يعني إبراهيم ونتمنى كل توفيق للمنتخب المغربي في منافسات كرة القدم وغير من الرياضات الأخرى ولملائد المملكة أحدى الميداليات الأولمبية وبهذا نصل وياك لنقطة ختام هذا العدد شكرا لك إبراهيم على مرورك معنا اليوم شكرا وشكرا مصور كذلك لكم مشاهدين ولا تنسوا متابعتنا عبر مختلف الحسابات الرسمية لميديان تيفي في مواقع تواصل الشيماعي وكذلك الموقع الرسمي إلى اللقاء موسيقى